بكم في حلقة جديدة في هذه الحلقة سوف نجيب عن التساؤل الذي تم طرحه في الحلقة السابقة حول السبب وراء حدوث الفولس نيجاتيب في تفاعل السلسلة المتبلمر وهنا لابد أن نشير إلى عدو اللدود الذي يواجه تفاعل السلسلة المتبلمر ألا وهي البي سي آر انهيبتورز فمن هي البي سي آر انهيبتورز وما هو مصدرها وكيف يمكن التعرف عليها وكيف يمكن تجنبها وما هي الميكانيزم التي تعمل خلالها لتعمل انهيبشن للتفاعل هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه المحاضرة والمحاضرة التي تليها من هي البي سي آر انهيبتورز؟ هي مصبطات تمنع الامبليفكيشن النيوكليك أسد وبالتالي تعمل فولس نيجاتيب من أين تأتي؟ مصادرها متنوعة ومتعددة بدءا من العين نفسها المراد الاستخلاص منها نعم العينة تحوى على مصبطات فاذا كنا نتكلم عن تيشو تحوى على كلاجين والكلاجين مادة مصبطة اذا كنا نتكلم عن بلد تحوى على هيموغلوبين ايميونوغلوبيولين بروتيازز انيوكليازز وقد تحوى على هبارين لذلك يسأل الشخص الذي يأتي لإجراء فحص ما هل أنت تتعاطى الهبارين؟ فهذا السؤال مهم أيضا إذا كنا نريد الاستخلاص من عينة فيسز فالفيسز يحتوي على بالسولت يحتوي على بوليسكرايد والتي تعتبر مصبطات إذا كنت تريد الاستخلاص من عينة سويل فالسويل يحتوي على هيوميك أسيد الذي يعده مصبط إذا كنا نتكلم عن الاستخلاص من عينة بلانت فبلانت يحتوي على كلوروفير والذي يعد مصبط وهنا جدوى ليوضح مجموعة من المصبطات وما هو مصدرها إذن العينة مصدر للإنهيبتور لذلك يجب العمل وفق تكنيك لتحضير العينة من أجل السامبل بحيث يضمن التخلص من المصبط الموجود في هذه العينة هذه نقطة مهمة جدا أيضا المصدر الآخر المواد الكيميائية المستخدمة في البربراشن وفي الاكستراكشن نعم يتم استخدام مواد كيميائية لغرض البربراشن والاكستراكشن مثل الديتيرجنت توين توني ترايتون إكس هندرد إكزيلين أن إي سي أل كي سي أل هذه مواد كيميائية يتم استخدامها وخلال هذا البروتوكول يكون هناك خطوة بحيث يتم التخلص من هذه المواد بعد أن يتم الاستفادة منها إذن لابد أن يكون هناك آلية وبروتوكول جيد بحيث يكون في هذا البروتوكول خطوات تضمن التخلص من المواد المسبطة أيضا نقطة أخرى لنيوكلييزز الشخص الذي يعمل يعمل ويقوم بالاستخلاص ويقوم بالاستخلاص يجب أن يكون ماخد بعين الاعتبار احتياطات ذكرناها في المحاضرات السابقة في موضوع لبس الجلفز الخالي من الباوضر وموضوعات أخرى في التعقيم بحيث ما يكونش كنتامينيشن نقاط طرحناها في الفيديوهات السابقة يمكن الإطلاع عليها النقطة الثالثة وهي نيوكليك أسيد بيريفيكيشن يتم استخدام مواد في خطوات لبريفيكيشن استيب وهذه المواد هي تعد مثبتة إذا ما يتم إزالتها أو كانت في تركيز أعلى من التركيز المسموح وأعلى من تركيز معين هناك تركيز معين يحدث عندها انهيبشن أقل من هذه التركيز ينشي الحال ما بيصيرش انهيبشن فيجب الأخذ بعد الاعتبار أنه يكون هناك خطوات بحيث أنه يتم التخلص من هذه المواد والمستخدمة في البيوريكيشن على سبيل المثال الإيثانول في بروتوكول مثلا لبروميجا هناك خطوة بحيث تضمن تبخر الإيثانول يتم ترك العينة بحيث أنه يتبخر الإيثانول ومن ثم بعد ذلك يتم عمل ريسس بنشن إلها في محلول التي بفر أيضا محلول التي بفر يحتوي على الإيديتا وهذه الإيديتا معروف أنها هي كالليتينج إيجنت كالليتينج إيجنت لآيون مثال آيون الماغنيسيوم آيون والماغنيسيوم آيون هو آيون كوفاكتور لإنزيم البوليماريز المستخدمة في البي سي آر وبالتالي إذا تم كلبشت هذه الآيونات معنا توقف تفاعل البي سي آر فإذا يجب أن تكون في محلول التي بفر الإيديتا نسبة معينة بتركيز معين عند تركيز معين تكون مسبطة فيجب أن تكون بأقل من هذا التركيز إذا موضوع التركيز موضوع مهم جدا موضوع التقنيات والتكنيك والخطوات هي أمور مهمة جدا ويجب عدم الاستهانة بها أيضا من الاحتياطات اللي ذكرناها إنه يجب الشخص يلبس غلافز خالي من البودر وإنه التيوبز والتيوبز تكون مش فيها نيوكلييزز خالية من أي كونتاميناشن فهذه النقاط ذكرنا جزء منها وفي فيديوهات مختلفة سابقة إنه هناك احتياطات يجب أخذها بعين الاعتبار لمن يعمل في هذا المجال أنه نقاط يمكن الشخص لا يلقي لها بالا ولكنها تكون السبب في حدوث الانهيبشن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من هذه المحاضر في المحاضرة القادمة سوف نتحدث عن موضوع الميكانيزم اللي بيشتغل خلالها البي سي آر انهيبتورز أنه يعمل انهيبشن وسوف نتكلم عن طرق التعرف على الانهيبتورز ونقاط أخرى في هذا الصدد وإلى لقاء قادم في حلقات قادمة وشيقة نعرض بها موضوعات مهمة جدا من يعمل في مجال براكتكال موليكيولار دياغنوزز في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر